تمام نجي إلى فكرة القانون تابعة Testament بحكي المقانون تابعة Tay-Low series هو عبارة عن x- العدد اللي بيعطني بالسؤال قوة 1 على 1 مضروب x- العدد اللي بيعطني في السؤال قوة 2 على 2 مضروب x- a قوة 3 على 3 مضروب x- a قوة 4 4 مضروب ش maximalll هيا القيم وهي قيمة وهيا القيمة وهيا القيمة هيا بحكي لي قيم موجودة في كل الاقترانات العالم يعني اي اقتران في العالم بدي اكتب السيريز تبعت او اكتب السيريز اللي بتعبر عن هذا الاقتران فهاي القيم قيم ثابتة بكل اقترانات العالم وش اللي بتغير او ش اللي بيخلي قيمة السيريز تتغير اللي بتغير هو عبارة عن ناتج تعويض العدد داخل الاقتران داخل المشتقة الاولى داخل المشتقة التاني داخل المشتقة التالتة والحلو بالقانون انه بحكيه ليه طلع المشتقة الاولى ماشي مع القوة واحد على واحد مضروب المشتقة التانية ماشي مع القوة تنين على تنين مض أنا مرة تانية عم بحكي لكم هذا الاشي ممكن ما يجي بالانتحان لكن رح نرد نرجع نحتاجه في مادة الديفرنشل والكالكولستري تمام فعني كويس انكم تكونوا فهمين أوكي شو اللي بنيجي منعمل لو ميجي يطلب مني سؤال تايلر سيريز على هذا القانون بحكي لي باختصار هادول القيم اللي جوا الدوائر الزرقى هي عبارة عن قيم ثابتة وبالتالي احنا رح ننزلها زي ما هي شو اللي حيتغير اللي حيتغير ناتج تعويض العدد اللي بيعطني السؤال فباجي بعمل زي جدول الصغير بقول له الاقتران اي قوة اكس ناتج تعويض الواحد بساوي اي المشتقة اي قوة اكس ناتج تعويض الواحد ضلو اي المشتقة التانية برضو قيمتها اي قوة اكس ناتج تعويض الواحد فيها بساوي اي ومنيجي منعوض هذا المقدار في الاقتران هون لحد ما توصل للجواب أنا أبدأ أحللكم هذا السؤال وليسألني عنه كثير طلاب ومنيجي نطبق فيه القرن مرة تانية شو اللي إحنا لازم نعمله عشان نقدر نحل السؤال كل عليه أعمل وأعمل زي جدول صغير كالتالي بقوله الاقتران هو عبارة عن لن الأكس ناتج تعويض العدد اللي بيعطنيها بالسؤال اللي هو الواحد عبارة عن زيرا بعد هيك بشتق المشتقة الأولى وقوله لنا الأكس مشتقتها وين أوفر أكس F' الواحد هي عبارة عن واحد المشتقة الثانية هي عبارة عن سالب واحد على أكس تربيع لما نعوض فيها واحد بطلع الجواب سالب واحد المشتقة الثالثة أسرع طريقة طبعا لاشتقاق هو عبارة عن سالب واحد في مشتقة المقام على المقام تربيع السالب مع السالب هتصير موجب اتنين اكس اوبر اكس قوة ثلاث رح يصير في عندي اختصار رح يضل اتنين على اكس تربيع عوضولي فيها واحد رح يطلع الجواب اتنين نجد المشتقة الرابع طب لمتى يا أنس تكي بظلك تشتق بحكي لي لازم أضلني أشتق لحد ما أعرف هاي الأرقام كيف قاعدت تمشي يعني لو جينا طلعنا عليها صفر واحد سالب واحد تنين ما حدا حيقدر يحدد نمط معين بهذا الشكل أنا هون كنت صفر واحد بعدين رجعت صرت سالب واحد هلأ عم بحكي عن تنين فطول ما أنا لساتني مش قادر أعرف شو هو النمط اللي أنا عم بمشي عليه فبهاي الحالة شو هو بظلني أكمل اشتقاء اشتق الرابعة هتكون عبارة عنه هاي طبعا هاي أكس قوة أربعة هاي أكس قوة أربعة تمام نيجي هلأ نكمل اشتقاط رح يصير في عندي سالب واحد والاتنين أصلا موجودة في مشتقة المقام اللي هي ثلاثة أكس تربية على المقام تربية اللي هو أكس قوة ستة هاي رح أتروح مع هاي رح أطل عندي أربعة عوضوا واحد هيطلع الجواب سالب تنين في ثلاث ونصيحتي لإلكم بمثل هذا النوع من الأسئلة لا تفصلوا كيف يعني طلع معي هون سالب اتنين في ثلاث ما فيدي أحد يكتبها ستة اتركوها سالب تنين في ثلاث ودائما بالتالي رسيريز تعاملوا بهذه الطريقة عشان توصلوا لجواب بأسرع طريقة ممكن لسه مش مبين شو عم بصير معي بكمل المشتقة الخامسة رح تكون عبارة عن سالب تنين في ثلاث تمام بدي أضرب هنلأ سالب واحد في مشتقة المقام السالب حتصر هاي موجب مشتقة المقام أربعة إكس قوة ثلاث هاي كانت إكس قوة أربعة تربيعها بصير إكس قوة ثمانية لاحظوا إن هدول مش كتير مهمات لإني عم بعوض فيهم واحد هاي حتصر إكس قوة خمسة بالمحصلة ناتج تعويض الواحد شو أعطاني اتنين في ثلاث في أربعة مبدئيا أنا بلشت أعرف شو الأرقام اللي عم تطلع معي لاحظوا إنه هون عطلع معي واحد سالب واحد تنين سالب مبدئيا أول إشي بلاحظه إنه في عندي مرة موجب ومرة سالب ممتاز شو كمان منلاحظ منلاحظ إنه أنا كنت هنا واحد تنين تنين في ثلاث تنين في ثلاث في أربعة معناته اللي بعدها مبدئيا حتكون سالبة ورح تكون تنين في ثلاث في أربعة في خمسة طالما أنا قدرت أعرف اللي بعدها بدون ما أشتق هنا أنا معناته بقدر أوقف بقدر مباشرة أروح أطبق القانون طالما أنا عرفت شو النمط اللي قاعديني بنشتغل عليه كيف بتأكد إن أنا عرفت النمط بجرب أطلع المشتقل بعدها أو ناتج تعويض الواحد بالمشتقل بعدها بدون ما أطلع قيمة المشتقل طيب تعالوا نطبق القانون القانون شو بيحكي لنا القانون بيحكي لنا X ناقص A قوى 1 على 1 مضروب وهذا القوس وهذا القوس دواب تعالوا نقطب ناقص واحد واحد ركزوا معي اول اشي احنا فيه اننا ناتج تقويض الواحد ناتج تقويضه الواحد كم طلع طلع يساوي صفر بس بعد اذنكم الصوت يريت الكل ينتبه على المايك اه اه يريت الكل ينتبه على المايك بعد اذنكم تمام مو مشكلة انا بالفيديو البعده هاكون مسكر المايك على الجميع تمام وبرجع افتح ولما يكون في عندكم اسئلة طيب انكمل اكس ناقص واحد قوة واحد على واحد مضروب هاي بايش ده تنضرب تنضرب بالمشتقة الاولى اللي هي قيمتها واحد طيب تعالوا للي بعدها اللي بعدها عندي سالب واحد في اكس ناقص واحد قوة تنين على تنين مضروب زاد هيكون في عندي تنين في اكس ناقص واحد قوة تلات على تلاتة مضروب اللي بعدها في عندي سالب تنين في تلات يعني سالب تنين في تلات في اكس ناقص واحد قوة اربعة على اربعة مضروب تمام والحد الاخير اللي عندي اياه موجب اتنين في تلاتة في اربعة في اكس ناقص واحد قوة خمسة على خمسة مضروب تعالوا نشوف شو فيه عندنا اختصارات مبدئيا الواحد مضروب هي نفسها الواحد هاي راحت معها تمام الاتنين مضروب هي نفسها الاتنين ما في داعي للمضروب لاحظ هون انه انا عندي تلاتة مضروب التلاتة مضروب شو اصلها التلاتة مضروب هي اصلها تلاتة في اتنين في واحد تمام يعني هاي اصلها تلات في اتنين في واحد الاتنين والواحد راحوا مع هاي الاتنين فظل عندي هون تلات طيب الاربعة مضروب شو اصلها الاربعة مضروب اصلها اربعة في تلات في اتنين في واحد 3 و 2 و 1 راحوا مع 3 و 2 لاحظوا شو ضل 4 الخمسة مضروب شو بيتتوقعوا ضل خمسة مضروب فعلياً يعني زي اكينو اللي هاد السؤال اللي قاعد بيصير معي انو قيمة المضروب عم تختصر مع lahat gli fوقها اللي بعدها رح تكون الستة مضروب رح يروح المضروب ويضل الستة تمام مرة تانية شو اللي قاعديني بنعملوا بهذا السؤال بهذا السؤال طلع معي قيمة بالمقام تمام وطلع معي قيمة في البسط أنا عم بحاول أشوف شو الإختصارات الموجودة بالمقام البسط مرة تانية بعد إذنكم يريتي الكل يتأكد أنه مسكر المايك طيب تعالوا نكتب هذا الإش على شكل سيريز أول شيء في عندي X-1 قوة 1 تمام X-1 قوة 2 X-1 قوة 3 X-1 قوة 4 X-1 قوة 5 إذن هي X-1 قوة N وأول N أنا بتلاحظه نبلش فيها هي الواحد تمام تعالوا للمقام لاحظوا المقام هنا واحد المقام هنا تينين المقام هنا ثلاث المقام هنا أربعة المقام هنا خمسة ونبلش أنا بالواحد إذن المقام عبارة عن N تمام ما في مضروب ليش بردتاني حكينا المضروب هي اللي تم اختصارها مع القيم بالبسط تعالوا للبسط لسه في إش انسناه مرة موجب مرة سالد مرة موجب مرة سالد يا بحط سالب 1 قوة N يا بحط سالب 1 قوة N زائد 1 بجرب ال-N ببلش بال-N بعوضوا الواحد لو عوضوا الواحد شو هيطلع معكم الحد الأول سالب بس لو وجيتوا طلعتوا الحد الأول شو بتلاقوه لقوا الحد الأول موجب إذن ما بنختار سالب 1 قوة N نختار سالب 1 قوة N زائد 1 أو بالانتحان ممكن يكون نحط لكم سالب 1 قوة N ناقص 1 تمام؟ سالب 1 قوة N زائد 1 وسالب 1 قوة N ناقص 1 التنتين نفس القيم تماماً يعني إذا شفتوا بالانتحان سالب 1 قوة N ناقص 1 أو سالب 1 قوة N زائد 1 كلاهما نفس القيم هذا هو التايلر سيريز للين لإكس وهو يعتبر أصعب سؤال على الإطلاق في التايلر تمام؟ هل بيجيكم هذا السؤال بالانتحان؟ لا اللي بيجي في الانتحان على التايلر هو نوع تاني من الأسئلة مش اللي بنستخدم فيه هذا القنو بس أنا أعطيتكم يا عشان تكونوا فاهمين بس الكنسف تعالوا نشوف شو هي الأسئلة اللي بتيجي في الانتحان ورح نعلمكم أسرع طريقة لحل خلنا نتذكر شغلة كتير مهمة بالبداية كنا متعلمين سابقا أن 1 على 1 ناقص x الماكلورين سيريز لإلها هي عبارة عن x قوة من أن تساوي صفر للإنفينتي وبنفس الوقت أخذنا الإي قوة x شو بتساوي وأخذنا الكوساين للx شو بتساوي وأخذنا ساين للx شو بتساوي لكن هدولة كلياتهم أكدنا أكثر من مرة أنهم عبارة عن قيم الماكلورين سيريز وليست قيم التايلر سيريز هلأ رح نتعلم كيف من هدول القيم بقدر أطلع تايلر سيريز بدون ما أطبق القانون لفوق هاي n مضروب من أن يساوي صفر إلى إنفينتيو عندي القيم التاني خلونا نتذكر هيك شغلة سريعة لو أنا أجيت قلت لكم بدي مثلا قيمة الماكلورين سيريز لقي قوة 3x شو اللي رح نجي نعمله إذا حكالي كلمة ماكلورين سيريز أو حكالي كلمة بوور سيريز أو حكالي كلمة تايلر سيريز about x يساوي صفر أو c تساوي صفر أو k تساوي صفر أو a تساوي صفر كلياتهم إلهم نفس المعنى تمام؟ لأن الماكلورين سيريزي عبارة عن تايلر about x يساوي صفر ونفس الإشي البوور سيريز شو باجي بعمل بهاي الحالة؟ بقول له باختصار أنا عندي قيمة e قوة x بتساوي هيك فe قوة 3x كل اللي علي أعمل ومكان x أحط 3x فرح يطلع الجواب ثلاثة قوة n في x قوة n على n مضروب من n يساوي صفر إلى n في تساوي هذا كان لو السؤال طالب مني إيه طالب مني ما كوني سيريز الآن تعالوا نتعلم كيف إحنا ممكن نطلع قيمة التايلر سيريز أول سؤال بحكيلي اللي هو بدي أحللكم نفس السؤال اللي هون السؤال الأول لكن بطريقة أسرق شوفوا كيف ممكن نحل هذا السؤال أسرع طريقة لحل هذا السؤال نيجي منحكي كالتالي لما يطلب منكم شوفوا القاعدة كتير سهلة لما يجي طلب منكم تايلر سيريز تمام حوالين رقم معين تيجوا بتطلعوا نفس الماكلورين سيريز تستخدموا طريقة الماكلورين سيريز تمام بس بدل ما تيجوا بتطلعوا لقي قوة X تيجوا بتطلعوا لقي قوة القوس تبع X بإيش تستبدلوه تستبدلوه X ناقص العدد اللي بيعطيكم إياه بالسؤال مرة تانية نستبدل القوس تبع X بX ناقص العدد اللي بيعطينا إياه بالسؤال طيب ننتبه لشغل كتير مهم هل أنا باجي أطلع لهاي هيك الصوت واضح 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 بس ما بعرضي مشكلة عندي طبعا ممكن مشكلة عندي واضح واضح الصوت مرة تانية ركزوا معي لأنه هاي الفكرة كتير مهمة بتختصر عليكم بالامتحان عشر دقايق حل بدل ما آجي أطلع لإي قوة إكس باجي أطلع لإيش طبعا سواء السؤال كان إي قوة إكس أو كان أي اقتران تاني بتعرفوا إيلو الماكلورين تيجوا بتستبدلوا القوس تبع إكس بإكس ناقص العدد اللي بيعطوكم إياه بالسؤال بس دي أنتبه لشغلة كتير مهمة هل يعني أنا بطلع لهاي بدل هاي لا هي مش هيك الفكرة تماما بحكي لي أنا بدأ أطلع لهاي لكن بدون ما أثر على القيمة يعني بدأ أحاول أخلي شكل هاي زي هذا الشكل بدأ أخلي شكل هاي زي هذا الشكل طب كيف بعمل هذا الإشي بحكي لي باختصار باجي بحكي له أنا عشان أخلي الإكس هاي قوس قيمته إكس ناقص واحد باجي بطرح واحد وبجمع واحد لاحظوا أنه أنا لما عملت هاي الحركة ما غيرت القيمة لأنه أنا ما بزبط أحكي بدأ أطلع لهاي بدل هاي أنا هيك عم بطلع لإقتران مختلف أنا بدأ أطلع لنفس الإقتران بس دأغير شكله بدأ أغير شكله طب شو الشكل اللي لازم أوصله بيكي لي الشكل اللي لازم أوصله أنه كان الإكس يكون في عندي قوس قيمته إكس ناقص العدد اللي عندكم في السؤال تجب تعتبروا هاي كليات هالقوس الجديد الآن إحنا بنعرف أنه لما يكون في عندنا عملية جمع في الأسس فهاي كان أصلها ضرب فهي عبارة عن إي قوة واحد في إي قوة إكس ناقص واحد لو أجي تسألتكم هل هاي القيمة بتختلف عن القيمة اللي فوق لا هذا الإشي اللي هون هو تماما نفس الإشي اللي فوق لكن بما أنه طلب تايلر الآن تعالوا طبقوا قانون الماكلورين على هذا الكلام بدل هذا الكلام شو منيجي بنعمل نحكي أنه الإي هي عبارة عن كونستانت بضرب فيها وإي قوة إكس ناقص واحد بس مكان إكس تبعت قانون الإي قوة إكس بعوض إكس ناقص واحد فبيطلع معي الجواب إكس ناقص واحد هو إن على إن مضروب هو تماما الإشي اللي موجود إيش هو الإشي اللي موجودهم طيب تعالوا نحل سؤال أصعب لو جيت حكيت لكم بدي تايلر سريز لإي قوة ثلاثة إكس تمام كان حكينا إنه إف الإكس بتساوي إي قوة ثلاثة إكس وكان مثلا حكينا بدي إياها أباوت إكس يساوي واحد طيب شو باجيب أعمل بالبداية بحكيله لو السؤال طالب مني ماكلورين سريز مباشرة باجيب أطبق زي هيك لكن بما إنه السؤال طالب مني تايلر سريز فأنا لازم ما أحل هذا الشكل لازم أحل شكل اللي بيشبه هذا الشكل إي قوة ثلاثة في إكس ناقص العدد اللي بيعطوكم إياه بالسؤال يعني كل اللي عليكم الشكل اللي لازم توصلوه هو عبارة عن إيش هو عبارة عن إنكم تستبدلوا الإكس بإيش بقوة قيمة إكس ناقص العدد اللي بيعطونا إياه في السؤال تمام تعالوا نعمل هذا الكلام بدون ما نأثر على القيمة باجيب أحكي ثلاثة في شو منسوي بعد هيك نحكي ثلاثة في إكس ناقص واحد زائد واحد تمام مرتين لما أعمل ناقص وزائد هذا الإشي إيش؟ أول إشي مبني على العدد اللي هون أنا إذا كان العدد اللي هون واحد فأنا بهمني شو أعمل ناقص بعدين زائد بس لو كان العدد مثلا سالب واحد شو لازم تعملوا؟ تعملوا إكس زائد واحد ناقص واحد لأنه بيكون القوة اللي لازم أوصله إكس زائد واحد لأنه إكس ناقص العدد اللي بيعطوكم إياه بالسؤال تمام هذا الشكل لساته مش مناسب وزعوا الثلاثة بس قبل ما توزعوا الثلاثة خلوا بيبالكم إنه إحنا هاي الإكس ناقص واحد بالنسبة إلي مهم إني أحافظ عليها كقوس تمام؟ مهم إني أتركها كقوس مع بعض فبعتبر إنه هاي قيمة وبعتبر إنه الواحد عبارة عن قيمة لحالها فبتصير عبارة عني يعني الثلاثة لما أوزعها بوزعها على هذا القوس بصير ثلاثة في القوس اللي قيمته إكس ناقص واحد لأنه مرة تانية حكينا شو التارجد تبعنا؟ هذا هو التارجد تبعنا هيني وصلته زائد ثلاث مرة تانية لما يجيكم سؤال تايلر التارجد اللازم توصلوله تشيلوا الإكس تحطوا مكانها قوس قيمته إكس ناقص العدد اللي بعطوكم إياه بالسؤال كيف تعملوا هاي الحركة؟ تطرحوا العدد وبتجمعوا بس تطرحوا العدد وبتجمعوا مكان الإكس بعدين إذا كان عندكم رقم مضروب بره بتوزعوا زي ما أنا عملت لكمهم الآن زي اللي عملناها هلأ بالسؤال اللي قبله إي قوة ثلاث في إي قوة ثلاثة في إكس ناقص واحد يلا تعالوا نطبق قانون الماكلورين تبع الإي قوة إكس أول إشي في عندي إي تكعيب كونستانت هاي خطوها بره أو خطوها جوه طبعا بالانتحان ممكن تكون بره وممكن تكون جوه طيب شو عندي جوه بحكيلي إي قوة إكس القانون الأصلي شو كان؟ هاي القانون الأصلي إي قوة إكس إحنا مكان الإكس شو حطينا؟ مكان الإكس حطينا ثلاثة في إكس ناقص واحد فباجي بحكي هي عبارة عن ثلاثة في إكس ناقص واحد هاي كل ياتها قوة إم لأنه زمان القانون شو كان؟ القانون كان إكس قوة إم تمام؟ فمكان الإكس صار عندي هذا الإشي يعني القوة طلعوا فوق كانت القوة إكس وهاي كانت إكس هلأ القوة صارت ثلاثة في إكس ناقص واحد فأنا حطيت مكان الإكس لهن ثلاثة في إكس ناقص واحد على N مضعوب هذا الجواب ما بتلاقوا بالخيرات بيكون دائماً تعلمنا N وإيش ال-N بيوزعه فرح تلاقوا له كالتالي E تكعيب بره من جوه في عندي ثلاثة قوة N وX ناقص واحد قوة N على N مضعوب هلأ هذا الإشي لحد هذا السؤال شرحه الدكتور فرص تعالوا ناخد لو بدهم يلعبوا بالسؤال أكتر من هيك تمام لو حبوا يشوفوا أنت جماعة فهمين ولا حافظين شو ممكن يعجبوننا بالامتحان لو جيت قلت لكم بدي تايلر سيريز لفل X بتساوي خلنا نحكي مثلاً واحد على X about X يساوي واحد هلأ هذا السؤال اللي بيجي بيشوفه في الامتحان أمامه خيارين الخيار الأول أنه يجي يطبق القانون الطويل الطويل وراح يطلع معه سؤالي بيشبه الحل تبع سؤالي لن اللي حلناه قبل شوي تمام؟ هيطلع بيشبهه شوي ومش غلط إذا بتحبوا تتدربوا علي لكن إحنا اتفقنا أنه إحنا بهمنا طريقة سريعة للحل بالامتحان عشان أطلع طريقة سريعة باجي بس ألحالي سؤالي هل هذا الشكل بيشبه أحد أشكال الماكلورين سيريز اللي أنا حافظها؟ طبعاً شو أشكال الماكلورين سيريز اللي إحنا حافظين؟ هاي الأربع أشكال اللي هون هاي هي أشكال الماكلورين سيريز اللي إحنا حافظين لو إجينا ركزنا هو بيشبه هذا الشكل طالما بيشبه هذا الشكل على طول بفكر في الطريقة السريعة باجي بحكي أنا بما إنه طالب مني تايلر سيريز فمعناته التارجت تبعي مش إني أطلع لهذا المقدار التارجت تبعي إني أطلع له واحد على بستبدل الـ X في قوس قيمة X ناقص واحد هذا هو التارجت اللي أنا بتأطلع له الماكلورين سيريز فباجي بحكي عشان أوصل لهذا التارجت بطرح واحد وبجمع واحد هذا القوس هو اللي بيهمني تمام خلونا نرتب معادلتنا بشكل اللي بنعرف نتعامل مو بس حطوا الواحد بالبداية وحطوا القوس بعده حلو بلشنا نرجع للشكل هات إذا بتتذكروا الشكل هات شو كانت شروطه هاي لازم تكون واحد هاي لازم تكون واحد وهاي الإشارة شو لازم تكون negative بينما إذا إجيتوا اطلعتوا الإشارة اللي عندكم هون إيش موجبة شو بتيجوا بتعملوا بتيجوا بتعملوا سالب سالب فبتصر عندكم واحد ناقص ناقص X ناقص واحد معناته بدل ما أحكي X قوة M كانت زمان X شو صارت صارت عبارة عن هذا الانقدار اللي هو عبارة عن سالب واحد قوة M بX ناقص واحد قوة M تمام؟ طبعا مش بقصونا على إشي ومن N تساوي صفر إلى إنفينيتي هذا الإشي هو تايلر سيريز للواحد على X واللي ما بيكون عارف هاي الطريقة متطرق إنه يحل سؤال حيكون معه صفحة كاملة حيطلع معه السؤال صفحة كاملة بينما إحنا هون قدرنا نحل هذا السؤال بصفحة طبعا هلأ إحنا هنوقف الريكورد تمام؟ هبعات لكم لينك الآن على الـ